كل مرة يأكدون أن هذه العدالة، هذا القضاء، هو أن تأتي ليفونات اليوم كثيرين من اللي أطلقوا صراحهم اليوم أصلاً بدون محاكمة لاخذر بورقعة مثلاً لم يحاكم محمد داعدي مثلاً لم يحاكم نهائياً على الأقل كاي اللي متحكموش تماماً كاي اللي داروا لهم محكمة وكانوا ما زالوا مفروض في الاستئناف وكاي والقلة القليلة اللي حكموا عليها ست شهور ولا عام ولا عام ونصف والله أطلقوهم اليوم أي أن الذين أدخلتموهم واحد كما الأخطر بورقعة نعطيه هو كمثال لأنه مثال واضح ويعرفوه الناس كلهم أكثر من ست شهور في السجن وهو الرجل اللي جاوز 86 سنة والمرير كيف ستبريرون؟ يعني القاضي اللي سجنه برر أن تم سجنه لأنه كذا كذا أنه مس قايد الجيش ومعنويات الجيش الآن اللي اطلقته لماذا؟ لماذا أطلقته لأخذر بورقعة بدون محاكمة؟ هذا اللي يثبت بأنه قضاء تليفون كبيرهم لما يسمى بالأمين العام لنقابة القضاء كان قال شيء لما انتفضوا القضاء قبل حوالي شهر ونص كان قال بأن القضاء كل الذين تحدث معهم لم يقل له أي إن كان ولا واحد قال لورا جاني تليفون باش نعتقل فلان أو فلان إذا كان هذا الكلام صحيح فهذه كارثة وإذا لا كان هذا الكلام كاذب وأنا أعتقد أنه كاذب فالكارثة أعظم لماذا إذا كان هذا الكلام صحيح فهذه كارثة؟ يعني كيفاش القاضي في أي مكان يروح يسجن الناس لأنهم خرجوا باش يطالبوا بالحرية ويطالبوا باستقلالية القضاء وبحرية تعبير واستقلالية الإعلام والدولة المدنية شكون هذا القاضي اللي يسجن الناس لهذا السبب؟ هذا موش قاضي هذا هذا مجرم إذن إذا كانوا اش قالوا الأمين العام للقضاء لنقابة القضاء كما تسمى صحيح فهذا المعنى عندنا قضاء مصابين بالشدود العقلي بالجنون يسجنوا في الناس هكذا من عنده وقال لك من عندهم هم اللي أمروا بوضع فلان أو فلان أو فلانة في السل وإذا كان هذا الكلام ليس صحيح وهو هذا والأصاح فإن هذا يكذب واحد اثنين أن هؤلاء القضاء لا يستحقون أن يكون قضاء لأنهم تلقوا أوامر بالتليفون قبل حوالي شهر ونص وكنت ربما قلتها في وقتها قال القيد صالح في اجتماع آخر اجتماع أجراه في الحرس الجمهوري ممكن شهر قال بي صريح العبارة أنا اللي أمرت أن يعاد كريم طابو إلى السجن يعتقل مرة أخرى بعد أن أطلقه القاضي أو أطلقته القاضية اللي كانت حكمة عليه في القليحة إذا كان ذكرتي جيدة وتلك القاضية عقبو عقوبة شديدة بأمر من القايد صالح نفسه وعيد كريم طابو إلى السجن عالسب عالتا على الصباح عودوا بعثوله لنحن نشرف دوه والدوهن محا سيد محمد محكمة سيد محمد باش يسجنوا القاضي اللي هناك لأن هذا القاضي كان عنده ناكسيد زيل يحب يتقرب للحاكم والحكام إذن القضاة اليوم أثبتوا مرة أخرى حتى وهم يظهر وكانهم يقومون بشيء جيد أو عادة الأمور لنصابها أنهم قضاء تليفون جاتبون يريد تهدئة قليلا جاشنغريحة يريد تهدئة قليلا حتى يشافوا الإسرات على الشعب الجزائري آماروهم فنفذوا هذا يثبت هذا دليل آخر أنه يجب أن تكون هناك دولة مدنية أن يكون هناك قضاء مستقل أن يكون هناك قضاء لا يقبل تحت أي ظرف كان لا يقبل بأن يتلقى الأوامر هذه الحقيقة المرة اللي نقولوها للقضاة ونقولوهم أنكم اليوم في الحقيقة لستم أكثر من عبيد عند دولة الحنوشة مؤلم بدي في القضاء هذا وفي مناصب عليا أحيانا زملاء يعني لكن هذه الحقيقة المرة لذات أكدتها واقعة اليوم وهي إطلاق كثيرين بدون أدنى محاكمة وغدا سيطلق آخرين وبعد غدا سيطلق آخرين وبدون أدنى محاكمة ممكن لمشي غدا سبت أو لأحد أو لأثنين سيطلقون الأغلبي حتى هذا المساء ستسمعون أن بعض الناس قد يطلق صراحهم بأوامر تليفون إذن كل إعلام اللي شيطان أخذر بورقة أو اليوم رهو يعطيه يرجع له تيتر بتاع المجاهد كل قضاء كل ذباب كلهم يتلقوا أوامر وينفذوها هذه مش دولة الدولة اللي يكون كين جهاز واحد هو اللي يأمر ومرت فيها جهاز شخص واحد هو اللي يأمر فيستجيب له الجميع ما هيش دولة الدولة هي مؤسسات الدولة هي أجهزة مختلفة الدولة هي جهات اجتماعية إعلامية ثقافية دينية الدولة هي كل هذا هي مجموعة هذا وهذا المجموع يراقب بعض البعض فلا يدقى أحد لأن الإنسان إن الإنسان لا يدقى أن رأاه استغناء إذن إذا أثبتت هذه الواقعة شيء جديد هو أننا أمام دولة الحلوشة إذ تتأكد مرة أخرى والواجهة المدنية إذ تتأكد مرة أخرى وأن تبون ليجابوه هم اللي يقولونه واش تفعل مثل ما هو يقول للقضاء ويقول لغير القضاء إذ تتأكد مرة أخرى